لا وجوه نسائية في شوارع المدينة هذا لسان حال مدينة مقموعة وممنوعة مثل صنعاء التي تعيش بين ثنائية القمع والمنع من أول مؤسسة سياسية إلى آخر وجه النسائي ومن الملامح الديمقراطية إلى لوحات المحلات التجارية وسارية طابور المدرسة صنعاء مدينة مطموسة الملامح والوجوه لا يقتصر الأمر على تمس معالم المكان مثل المدينة القديمة بل وصل الأمر إلى تمس الوجوه في لوحات المحلات التجارية في مسلك يكرس طبيعة وبنية الجماعة القادمة من خارج التاريخ إلى أول مدنه على خطى الإمامة محليا وعلى خطى داعش وطالبان تمضي الجماعة الفاشية في حربها ضد حياة اليمنيين ويومياتهم في مشهد يقترب من سطوة تنظيم الدولة في سوريا والإراق حملة مسلحة لتمسي صور الدعاية معركة أعدت لها الجماعة العدة والنزول لعدد من المحلات التجارية بالعاصمة الخاضعة لسيطرتهم وتعميمات إضافية للمدارس والجامعات بخصوص الرقابة على أنشطة الطلاب وتحويل صنعاء إلى دورة ثقافية مغلقة للجماعة حول مفاهيم الكراهية والعنف بحسب المتابعين وزعت ميليشيات الحوثي تعميما على أصحاب المحلات التجارية بضرورة تمس صور العرائس الظاهرة في اللوحات الإعلانية على الأبواب المخصصة لذلك لغرض ما يسمونه درء الفتنة التي تؤخر النصر حد قولهم كما أجبرت الجماعة أصحاب المحلات على تغطية وجوه الدماء التي تستخدم لعرض الملابس وتمسي الوجوه والملامح والإبقاء على بقية الجسد كما في بعض الشوارع التي تحولت فيها اللوحات الإعلانية إلى بقع مشوهة ارتفاع حدة الحملات الثقافية الهادفة إلى حوثنة المجتمع يكشف جانبا من المخاطر المستقبلية لهذا المسلك ونشر الثقافة الإمامية التي تلحق الأذى كل يوم بالشخصية اليمنية في مجتمع يمر بأسوأ حالته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر